المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلمه على بن عمري يعني وين بن عمري أكتوكي باش ميتة هدر يقول لك هولدي ما تحضروش يقولك تتكرهوا اللعابة نتوما مننا احنا نبغو الفريق الوطني يا جماعة ما تديروش هدراء ما تحكم احنا لهدرو احنا ما انا واحد من الناس نحكم على ما نش منافق يقولك ذاك اللعاب يا أخو يا الله يا أخو يا عندك كان عندك حظوظ بس تلعب في أي نادي في الخالج عارب انت هيك عارب 32 عام اتداوك باش يبيعوك اتداوك باش يبيعوك عاكتو يا جماعة بالعمل أنا نعاود ونفكركم أنتم ديركم تعارفوا البال ومليح الغيطة الغياط والطبال والطبانة وكل شهاد وكنا ليولو ويعيروا فينا بالمعاني قال لك الله هذا الله هذا الله هذا كلا هذاك يكره بن عمري مشي يبغي بن عمري هاي 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 هذه ما جاست واغ ياو ما جاست واغ بن عمري هنا في لكي بنصونها كون جامع بالماضي بدر الخطة بن عمري ما تكشي لعبها إلا تعرفوا البولة أنا نهدر معكم إلا تعرفوا البولة بن عمري الخوطة لم يلعبوا بيها في اليوم والله ما يدخل بيها والله لا خلص يخلص 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 يدير ديكات خير ربي من شان يكاره ولا بس حل لا خسرها ميرح اليوم واهدرتها تلكم قادر إشارات لكم دايرينو قادر إشارات لكم دايرينو غادي بن عمري ينجح اوه خرجوا اللي يعرفوا البولة خرجوا تاسحاب الحيط زاوش حيط بقصوا اوه اوه لا عازاء لا من اهدي رقاء روح ادي وجهك و روح تربح ركتين عبولة العليا من العوجة لكم راكم واللي يعرفوا البولة مليح النهار اللي درت فيديو واهدرت على بن عمري وقل ناظروك يصبح الناس اللي قال لك يصبح أساسي يعني وتكلمنا على العواقب يعني وين المدافع البلجيكي وين صحا وين تبليسا يعني وين شاهدنا لعب وين يصاب في الشوط الأول ويعوذ بمدافع شاب ولا يلعب بن عمري جماعة قاعدين او شاهدين الياب قاعدين نفرجوا وقال لك بن عمري يحمي فيه وقلت له والله ما غادي يدخل يدخل هذا الوقت بن عمري يدخل لون ترينيري ريسكي يدخل بن عمري ذا الوقت والخطة لا يلعب بها أنتم ما كم هابين قلت له والله ما تخل ما يدخلش في ذاك الخطة ما يدخلش ها أنا أقول لكم لا كاش أنا أقول لكم لا كاش عيد تبليسا وبن عمري يلعب نحن لا نشك ما نشكش أنا في إمكانيات بالعمري سخر الدفاع المنتخب الوطن ولكن من جهة نظري أن قرار التحاقه بنادي ليون الفرنسي كان قرار غير صائب وقرار عن طارق استرجالي لعدة أمور نذكر منها ثلاث نقاط مدافع ليون مرسله يعني مدافع جيد بصراح وأساسي مع ليون منذ مدة طويلة والشبه مستحيل المدرب يضع بن عمري أساسي على حسابهم يعني ليون وهذاك دينيار وهذاك دينيار وأن بالعمري لم يتلقى ضمانات للعب كأساسي أو ما شبه هذا لذلك بن عمري أول تجربة أوروبية يخضوها في مشواره الكوروي رئيس نادي ليون وكرهه الشديد لكل ما هو عربي وبالأخص شمال إفريقيا بسيكون ألا باكم أجمع ما أضرواك أضرواك تروح تهدر أنتانيتك تهدر تقول باليودي بن عمري أنا نتمنى لإنساء الله يخرج 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 لا لا ما تساعده شي ما غاد يتساعدك بن عمري ما شي قضية نكرهوك ولا نتاقد بالي الناس يتعاير فيها نحن ما عاين لك شمك هود 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 ما عاين لك شمك الناس قالوا لك قاعد بونك أنا وعد من الناس ننتقدك أنا نحن من الناس يقول لك يودي آه عاين لهم يودي مكاش لعاين لهم وكالي يقول لك راه مرتاح أنا ستخطر الناس يكومونتول وقالي يكومونتولك هذا بتيك توك صاحبي ذو كسدائي صغار يكومونتولك أنا شو بيهم بن عمري لزنطر المومالي أحسن ما تلعب في السعودية حسب اعتقادتي أن إدارة ليون لم تتعاقد مع بن عمري وسليماني من أجل إضافة أو الخبرة كما يدعون بل إدارة استغلت وضعيتهم بالمجان من أجل إعادة تشويقهم في قادم الانتقالات وهذا ما ستكشفوا الأيام القادمة أنا أقول لكم جابوهم باش يبيعوهم خويا ليه يجيب لك واحد عنده 32 عام والله لا باش يبيعوه لي باش يبيعوه الخالج ويبيعوه يبيعوهم قعدت نحوس أنا قالك بيروح موفيلي قعدت نحوس أنا فيلي سيت مكاش والله مكاد هذا هذا الصح إحنا على حساب ما عندنا معلومة يقول لك بن عمري على أبواب الراحيل والمدرب يدخل لعاب شاب يحتاجوا ويندخل لعاب شاب يحتاجوا أما بالعمري ما يحتاجوش وين الرجوع تعو أحسن له باش يكون كما قلوا إحنا يروح للخالج وصيك وكوارا قعد فماك ربيعوه رقعد ترجمة يحضر على الكبناصيون أنا بي المنتخب وطني الجزائري أنا ما يهمني إلا بن عمري لأولو حسو المنتخب الوطني الجزائري وصيك أو الله أظل أنت واحد قاعد لك روبراس وقاعد لك روبراس وميت هدر ما يقول لك عجبتني أمام عجبتك شيطانة شيطانة عجبتك ما عجبتك ولو يقول لك ودي غادي يلعب غادي يدير ياودي ما غاديش يلعبها حنايا المهم حسب الأخبار وان تتاجه صفقة انضمام الدولة الجزائية جمال بن عمري مدافع فاريخ ليو الفرنسي إلى صفوف الأهل السعودي نحو الفاشل وفق لما أفدت به مواقع كورا العربية يوم هدروا لها بالأمس ووفق لمصدر فإن الشروط المالية التي وضعها بن عمري هي سبب في تفكير مسؤولي النادي الأهلي بترجعهم عن التعاقد مع المدافع الخضر ويسعى بن عمري تأمين موقفه في حال مطالبة فريقه السابق الشباب السعودي بأي حقوق مالية بسبب الاتفاق الذي وقعه مع إدارة هذا الأخير عند مغادرته النادي مما دفع الأهلي جدا لرفع قيمة العرض لكنه لم يصل للسقل الذي حدده اللعاب نظروا 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 بن عمري يريد أن يخلط فرونسا يقول لعب لعب لن أخممت لكيب ناشونال هنا أخممت لعب 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 حسن لعب 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 لدينا مركز جوالي دهالك ورح مركز حصلنا في الأرجو زيد زيبوابوي كومشين بولحي خرج دوبيت تعلافو التاعك التاعي الناس ما تبغيش تهدر أصحاب النيفاق الاعتناق عنا نشوفوهم احنا أصحاب النيفاق الاعتناق عنا ماذا بي انا واحد من الناس ماذا بيه شعال بقي شعال بقي شعال بقي يومين عنا ماذا بيه تخرج ماذا بيه تخرج تروح نفرح وتولي تلعب نفرح خادش على رانا محتاجين على لعب فانيك نجيبه فانيك لاكش واخداخر ويتأقلم مع مع الماندي بزيف والله ليه بزيف انا حاوس الروح كوبديموند لا بغيت وربيه ودعم مهال انا خلونا لا بغيت وربيه ها كل وادي كذب مكانتها وكذبت انتها كذبت كملتها في السعودية وشدك لفرنصا ها فرنصا لا كتروح لها حاوسها بزيف والله ليه بزيف انا بزيف اشتركوا في القناة